السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله الله يبارك فيك حياك الله في مسألة أود سؤالها في العقيدة الإسلامية الله سبحانه وتعالى له أسماء كما ورد في الأحليف الصحيحة وفي آياته المحكمة وكذلك له صفات المسألة أثيرت مع بعض طلبة العلم عن أفعال الله سبحانه وتعالى نحن نقول طبعا القرآن كلام الله وليس بمخلوق الآن أفعال الله سبحانه وتعالى هل يجوز شرعا في العقيدة مثلا أن نقول أن أفعال الله ليست مخلوقا إنما المخلوق ما نتج عن هذه الأفعال طبعا بعض الطلبة يعني سألوا ولماذا السؤال هذا يعني يسأل من باب معرفة متى ينتهي يعني إنجاز يعني إن صح الكلام أنه نعرف أين ينتهي الحد الذي لله والحد الذي للخلق يعني زي مثلا قضية خلق آدم لم يخلق الله سبحانه وتعالى بيده فالآن الخلق بيده ليس فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى فهل هذا الأمر يصح؟ أنا أريد المسألة هنا يعني تتطبع بشكل أوضح طيب أجيبك بإذن الله بالنسبة لأفعال الله لا يشك المسلمون بأنها غير مخلوقة لأنها إذا كانت مخلوقة فإذن الله سبحانه وتعالى عاجز عن الفعل حتى يخلق لنفسه فعلا فإذن أفعال الله سبحانه وتعالى ليست بمخلوقة كما أن الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق مفعولات الله سبحانه وتعالى أو خليني أقول أفعال الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى نوعين نوع هي أفعال الله هو يفعلها بنفسه يأتي لا نستطيع أن نقول إن الاتيان مخلوق أن الاتيان هو بنفسه فعل الله سبحانه وتعالى لكن هناك فعل ألا وهو الخلق فالذي خلقه الله سبحانه وتعالى هذا يكيد مخلوق يعني الأن لمن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده اليد صفة من صفات الراب سبحانه وتعالى الذي حدث الذي وقع وحدث أنه اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدة محمد أن آدم خلق الذي هو مخلوق لكن الآن الله لما سبحانه وتعالى يتكلم في القرآن أو حتى لما أوحى أو لما أحدث أشياء في الكون بأمر من كلامه سبحانه وتعالى كأن ينزل الملائكة يعني يأمر الملائكة لما قال في القرآن الكريم أن ينزل الملائكة لا بالحق يأمر جبريل بالنزول بالوحيد لما أمره الله بالكلام فعل جبريل مخلوق بينما كلام الله غير مخلوق وكذلك الله سبحانه وتعالى لما يقول للشيء كن فيكون كن كلام الله صفة فيكون يكون مخلوق وكذا صحيحة؟ هذه صحيحة لكن بالنسبة لجبريل قد يكون فيها تفصيل جبريل؟ لا أنا قصدت جبريل مش النزول بالوحي ككلام الله نحن بنقولش بالقول اللي بقوله لفظي بالقرآن مخلوق أو بعض الناس بقول الكلام هذا لكن أنا قصدت إنه جبريل نزول جبريل نفسه كما ذك من ملائكة السماء للجهاد أو لإمداد المسلمين كذا بس أنا كانت الفكرة إني أعرف إنه مثلاً لما الله سبحانه وتعالى لأنه الخلط اللي وقعت في النصرانية ومسألت الروح وكذا أن الله سبحانه وتعالى لما فعل بيده كذا وكذا نتج عن هذه الفعلة لما قال سويته يعني مثلاً كلمة فسويته كلمة سويته وهذه مش من أفعال الله سبحانه وتعالى لكن المسوى المسوى هو أساساً خلقه ثم سوى خلقك فسواك آه يبقى هنا أنا بس كنت بدي أعرف يا شيخ الحد يعني أحياناً بدناش أنا أحكي الكلمة هذه عشان لعلها تكون فيها مخالفة في العقيدة الامتزاج يعني بسهير مزج بين مش مزج عفواً أستغفر الله بين الخالق والمخلوق بين الفعل وما ينتج عنه مش امتزاج امتزاج مادة عفواً امتزاج في الكلام أو في المعنى كأن نقول اختلاط من المعنى اه اه الله الرزاق ينزل الرزق من السماء الآن الله الرزاق الرزاق ذو القوة اسم من أسماء الله ومن صفته أنه يرزق ومن أفعاله من صفاته الرزق ومن أفعاله أنه يرزق هذا فعل لله سبحانه وتعالى ولكن هذه المطر الشيكة المسألة والكذا والغيث والخير الذي يرزق هذه بتكون مفعولة بالتالي بنفعش أقول عنها غير بنفعش أقول عنها ما خالق ألا بنقول عنها مخلوق طبعاً أنا ما أجد أي إشكال في هذه المسألة لأن كل هذه الأشياء كل ما سيوى الله سبحانه وتعالى مخلوق والله سبحانه وتعالى بقدرته وبتصرفه في مخلوقاته قد يصير المخلوقات من جنس إلى جنس يعني أو يحركها أو ما شبه ذلك هذا كله يسري بقدرة الله سبحانه وتعالى وبتدبيره له طبعاً أنا بتسأل سؤال لمن أثيرت المسألة في طلبة العلم هو إيش الفرقة اللي مزجته قالت إن الأفعال والمفعولات كأنها شيء هل في منه الكلام هذا عشان هيك هما تكلموا في المسألة لا أهلا في ممكن الحلولية وعفواً القائلين بوحدة الوجود هؤلاء يخلطون في هذه المسائل قال إنه أنا كإني سمعت واحد ذكر من طلبة العلم إنه قال لمن أقسم بالشمس والشمس وكذا وكذا إنه يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الشمس وإنها من أفعال حكى الكلام اللي أنت ذكرته في مسألة القرآن كلام الله وكذا وبالتالي الشمس هذه من إحداثات الله في الكون وكذا مش عارف يعني في فرقة هي قصة هذا مجرد تخليط لأن العقلاء لا تختلط عليهم هذه الأمور بارك الله فيك آه صحيح أيكم الله بارك الله الله يحفظ أيها العقلاء الله يحفظ أكثر أيها الإنت不起 شكرا